مع بذهل عام 2024 صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في الأنبار يضع خطة لإنجاز 150 مشروعا على الجانب الاستثماري و58 مشروعا ضمن الجانب التشغيلية جميعها ستنفذ خلال الأيام القادمة وستشمل جميع القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين التنسيق مع محافظة الأنبار كنا بسيد المحافظة الدولة الخدمية والسيد مع رئيس صندوق إعادة الإعمار المناطق المتضررة تم الإعداد لخطة التعامل في 2024 والتي تضمن جميع القطاعات لكن في هذه المرحلة حسب تعجيه دولة رئيس الوزراء رفع المدارس الكارفانية والكارفانات من الدولة الحكومية حيث باشر صندوق إعادة الإعمار بإعداد خطة كاملة بالتنسيق مع المحافظة لإدراج مشاريع تضمن تعليم إكمال لما تشهده مدن الأنبار من إعماره يطالب المواطنون بالتوجه للقطاعات الصحية والخدمية والتعليمية والنهوض بها وخصوصا في مناطق غرب الأنبار كونها المتضرر الأكبر طبعا بالنسبة لحركة الإعمار في محافظة لنبار لدى اللاحظ أن حركة الإعمار ماشية الحمد لله والشكر نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية لأنه يبذلون جهد كبير في محافظة لنبار خصوصا أنه بعد ما تعرضت إليه وبنفس الوقت يركزون على باقي القطاعات التعليمية الصحية لأنه محافظة لنبار عانت ما عانت ومن ضمن أكثر القطاعات استفادة من مشاريع صندوق يعادة الإعمار خلال هذا العام هو القطاع التعليمية فسيتم إنشاء 45 مدرسة في عموم مدن الأنبار 18 منها ستكون في الرمادي من أجل إنهاء ملف المدارس الكارفانية بالمحافظة من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة